ماريون بوزيان يقولوا أنه في منقليب في غينية بيساوة وكذا والله يمنظر الكبير تاريخ هنا فهم سبب إيقالته شين هي؟ أبارا ما موش على طراح وموش على الخسارة الإخيرانية أبارا ما على خطر مشيه يدمغج في الغينيين وفي الغينيين بوستوانيونيين إيش اسمه الغينيين البركي نابيين ولا البركينيين بوركي نابيين يفهم بوربليم ديمقراطية بيهية واللي رأوا أنتم قاعدين تعيشوا في الدكتاتورية هاتني خذوراي ويجا شيخ وكيفنا كما في تونس عنا برشة ديمقراطية متفرهدين برشة هاتني خذوراي صاحب تصحيح المسار حسب قوله قيس سعيد لا يبكرني التدخل في شؤون البلدان الأفريقية الشقيقة الليست بشقيقة يعني أشقائنا الجزائر البغرب الليبيا وبريطانيا مثلما قال الماذ برميلي الماذ برميلي صاروخ في الحرق قد يكون تصحيح للمسار وقد يكونون يبحثون عن رئيس مثالي مثلي ومحبوب مثلي ولديه يعني توجه سياسي مثلي وأرجو أن لا تتدخل يعني بالليش ليتوجهك سياسي سيئة رئيس جمهوري أريد بعرفته أنا أيضا أنا أيضا أنا يعني يطرق الحلشي في رحلة البحث عن هويته وفي رحلة البحث أيضا عن توجهه السياسي ولو أني أعرف توجها الوحيدة وهو تجبيت البرلمان وتجبيت كل من وقف أمامه وإلى متى الضبابية هذه في تونس سيد الرئيس؟ إلى أشعار آخر إلى أشعار آخر أريد ندخلين بعضنا ومنش فهمين؟ أنا أيضا ليديا تعرف شنين الحملة التفسيرية لقام بير الجمهورية؟ طوا هكا طوا تسلفين معنتها على شنين الحملة التفسيرية طوا هكا طوا انت يعني ما ترفي إياه فهم معنتها تسلفية معنا شنين وانا بدخولي شنين الحملة التفسيرية الحملة التفسيرية أريد أن يعطيك الصحة المخرجة ما هي الحملة التفسيرية سيدرة جمهورية؟ قدمك مواطن اليوم عمره تقريباً 21 سنة ما على شرين الحملة التفسيرية؟ يحكينا عليها مرة الأخرى الحملة التفسيرية بسم الله الرحمن الرحيم فسر لش عبر نضيعين عنها استجهور الحملة التفسيرية وهي حملة كانت متواجدة في العصور الوسطى حتى الجمهورية مش فهمها حتى لا يفهم شي ناسا كنتوا أتصوروا أن نادية عكاشة تعرفوا ما هي الحملة التفسيرية فسألتها يا نادية ما هي الحملة التفسيرية؟ فأجابتني نحن نختلف في الجوهر فأقلتها قبل يوم أقالت نفسها من الصباح قدمت استقالتها لأنه فما هناك خلافات جوهرية بينها وبين رئيسة الجمهورية شكر رئيس الجمهورية وننتظر إن شاء الله قرارات مهمة للبلاد في قنة شوية والدولة الكلة زمان فيها لأنه رقدنا أراه